بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن الروتيات 3D في البداية بدي أنوه أن هذه الدورة متكاملة فقام تحذر أي محاضرة من محاضرات الـ 3D فأتمنى منك تحذر محاضرات الـ 2D لنفس المفاهيم مع اختلاف أشياء بسيطة في محاضرات اليوم والناس الدرسة معنا الـ 2D فإحنا أخذنا الروتيات هي الدوران اليوم سنتعرف على كل المحاور اللي هي الـ X والـ Y والـ Z رتيات X 45 دقري طبعا إحنا اتطفقنا أن الروتيات للدرجة عندنا إياها دقري أو تن نذكر انتبهت هنا أن الـ X كيف تصير عندنا الروتيات وليس شيء تلف لا على محور الـ X دعنا أوريك الروتيات X سالب 45 دقري كيف تصير عندك الروتيات X لما تخليها بالسالب وكمان دعنا نرى المحور الـ Y الروتيات Y 45 دقري وهنا عندنا الـ Y بالسالب فهي كانت نظرة عامة عن الروتيات X والروتيات Y الروتيات Z انت بتعرفه لأنو أخذناها في الـ 2D نفس المبتل وهنا أكيد انت راح تستنتج انو كلمة روتيت أو روتيت Z أو Z هما زي بعض أنا بتوقع هسا انك انت فهمت الفكرة لكن دعنا نطبقها عشان أتأكد انك انت فاهم 100% عشان لك فولدر جديد 3D وبداخله وحاضر رقم 99 روتيت وفي عندنا الـ INDEX بالمناسبة نفس المثال الأخذناه في الـ 2D مفيش ولا أي زيادة وممكن بشكل سريع أعمل لك مراجعة سريعة في عندنا بوكس هو الـ Section وعندنا بوكس 2 وفي عندنا هون الـ H1 هو الهيدر Universal Selector الصندوق هو الكبير يعني الـ App عندك width 300 و height 300 و البوردر الأسود المارجن 10% من فوق ومن تحت وعندنا هون يسار ويمين أوتو عشان يجي في المنتصف والبادق 10 بيكسل عشان يبعد عن الصندوق الثاني الصندوق الثاني لونه أحمر width و height 300 و 300 position relative وهس رح نعرف ليش transition هنا ثلاثة سكن أي عملية رح تصير على المربع الثاني رح تأخذ ثلاث ثواني box 2 H1 هسا قابل أحكي أنا على محمد السيد position absolute فانت هسا عرفت لش حطت أنا هون relative عشان H1 تضل داخل box 2 انه absolute بيضوه على أول أب إلى position top 50% lift 50% وأكيد زي ما انتم تذكر شرحنا في المحاضرات السابقة ما رح يجي في المنتصف فمنستخدم ساعدها لترانسفورب translate سالب 50% سالب 50% ك X و Y هسا نحكي على البوكس 2 هوفر يعني دعم هسا أنا هوفر على البوكس 2 أول إشي حكينا عن الروتات متذكر transform وهي أخذناها في الروتات بدي أخذناه 45 دقري هليني أسيغ وهي انت بتعرفها من قبل اليوم اتعلمنا شغلة ثانية اللي هي transfer rotate زي صار ونفسي الفكرة 45 دقري هتنتبه انه الثنتين زي بعض ما فيش أي اختلاف نعمل التلخيص سريع نعمل هون documentation rotate تساوي تساوي اللي هي الروتات زي نفس بعض يمكن نكتب لك هون same انه نفس الاشي اتمنى تكون الفكرة الحدي الان واضحة طيب تعالي نطبق مع بعض X وال Y ويني أسكر الexplorer شوي عشي نطلع الكود الوضع transfer ونكتب هنا rotate X ونكتب هنا 45 دقري خاني نشوف شو رح يصير اكيد هسا انتبهت انه ما كان زي ما انت شفتوا قبل شوي في العرض مش كثير واضح قاعد بتحسوا انه قاعد بنضغط صح وهون بتيجي عندنا شغلة اسمها المنظور تعالي نتعرف عليها ايش هي البرسبكتف البرسبكتف هي نفس المنظور فان هذا الابجيكت معنى كلمة الابجيكت الشيء او خلنحكي بشكل بسيط المربع قدامك التصمين ونحكي عنه اوبجيكت هذا الابجيكت لما يكون انا المسافة بينه و بينه 300 بيكسل مثلا فهون رح يصير عندي منظور الـ 3D اكثر هتقولي مش فاهم عليك هون بيحكي لك كل ما زادت قيمة البرسبكتف يعني بعدك عن الابجيكت بقل تأثيري لـ 3D برضو انا لسه مش فاهم الفكرة بكل بساطة انت مثلا هالسواقف قدام هذا المربع كل ما كنت قريب رح تشوف تأثيراتي لـ 3D كل ما بعدت ما رح تشوف تأثيراتي لـ 3D في البرسبكتف بعطيك المنظور عشان تشوف فيها لـ 3D وكيد انت مذكع في المقدم اللي حكينا عن الـ 3D شو حكينا حكينا هو أصلا عبارة عن 2D لكن انت تطلع على الـ Object يعني نحن نحكي التصميم من أكثر من جهة يصير عبارة عن 3D فالبرسبكتف تعطيك المنظور عشان تقدر تشوف 3D انا لسه مفاهم تعال نطبقها مع بعض عشان تفهمها 100% البرسبكتف بتحكي لك بتروح على الـ App مين الـ App هنا لو اجينا على الـ Section هو Class Books هو الأساس صح فباجع علي بحكي له هنا البرسبكتف وحكي كلما قللت القيمة هتشوف تأثير 3D اكثر تعال نشوف ما بعض شو رح يصير هسا اختلف الشكل صح فبتوقع منك انك انت بلاشت تشوف الـ 3D صح المنظور المنظور اختلف في فرق كبير لما يكون بدون البرسبكتف صح كأنه مضغوط انت مش شايف الابعاد كلها اما البرسبكتف تعطيك المنظور عشان تشوف كل الابعاد يعني اتمنى انه قدرت اوصل لك الفكرة ببساطة البرسبكتف اشي جدا مهم عشان تشوف كل الابعاد طب خلينا نجرب سالب 45 طب خلينا نجرب ال-Y بدل ال-X شو بكتب هنا وي وحكيله 45 دقري طب انا اكيد بدون البرسبكتف ما راح تشوف هاي الشكل لو وقفت البرسبكتف ورتدي وقفت عليها بتحس قاعد بنكمش بنضغط لجوه مش شكح البدنية رادع البرسبكتف عشان اشوف المنظور ومتذكر شو حكينا قبل شوي اذا قيمة هاي زادت ساعتها انت مش راح تشوف تأثير ال-3D قل تأثير ال-3D صح دعني اكبر لكيها 2000 هاي شو تكير قل لكثير تأثير ال-3D فنفهم انه لازم الرقم يكون قليل طي اذا قلرت كثير زي مثلا 100 بيكسل ساعتها سيكون عندك منظور ال-3D شو كبير صح شو تكير يجري عندك دعني اخلي مثلا 200 دائما شوف رقم 300 مناسب شو رايكو مش بتشوف دائما في التصاميم الويب رقف على كارد تيجي عندك زي هيك بعدين بتقلب رح نسويها مع بعض صح تيجيك زي هيك بتقرب عليك بعدين بتقلب الكارد تقلق رح اكوف عندنا مشروع ختامي نطبق في الانيمياشن بس هاي اشي تفهم الافكار بانا تكتبولي في التعليقات اذا فهمتوا فكريتي بريسبكتف بشكل صحيح هني نجرب قيمة السالب السالب 45 ممتاز طيب اخر اشي بدي علمك الشورت هاند الاختصار ترانسفور روتير 3D وانشي بيحكي لك اول واحدة هي بتكون للX في عندك ثلاث قيم الاولى بتكون للX الثانية بتكون للY والثالثة بتكون للZ واخر اشي هي الدرجة هي degree يعني في عندنا اربع مش ثلاث طيب كيف يعني مثلا بيحكي لك اذا انت بدك تطبق الدرجة على الX بتخليها واحد اذا كنت تطبق الدرجة على الX بتخليها zero الY بنخليها zero الZ مثلا تخليها واحد ليش واحد يبني تطبق هسا الدرجة عليها هتقول لسا انا مش فاهم ولا اي اشي شوف معا ال45 فقط هس رح تطبق على مين على الZ يعني هتلف زي هيك بالضبط لك اذا خليت هس مثلا الY كمان واحد ساعدت ال45 درجة هتطبق على الZ والY اكيد الفكرة ستتوضح واذا تطبقت كمان على الX رح تطبق على الثلاث محاور فخليم الملخص سريع كمان ممكن نحكي انه اذا استخدمت السفر no apply واذا استخدمت الواحد معناته تطبق لي ايش apply degree شيك احسن اتمنى تكون فهمتها مني وبهيك منكون احنا خلصنا الRotate 3D منكات الافكار واضحة وسهلة وكالعادة اكتب اي تعليق بالدكية وضيف معان وردة عشان اعرف انك انتحضرت المحاضرة من النهاية ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة